أروح بقى مع حضراتكم ليه الحدث اللي كاننا بالأمس واللي تبعناه وتبعناه منذ حدوثه طبعا الخميس اللي فات خطوة بخطوة يعني وطبعا الحديث هنا عن الراحل بلي وامبارح اتكلمت مع حضراتكم وشرحنا إزاي هتكون يعني الجنازة أو النظرة الأخيرة عليه وشرحت لحضراتكم إزاي برضو المدفن اللي هو العمودي الغريب شوية اللي بيحتوي تقريبا على آلاف من الغرف أو القبو يعني فكان مختلف شوية اللي هو عند طبعا الملعب لكن الجنازة كانت رسميا مبارح حضرها آلاف بقى من المشجعين زي ما حضراتكم شايفين كبار الشخصيات القروية كان في مقدماتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم طبعا أنفانتينو والمشهد كان عبارة عن تاني عفوا تاني هقول التفصيل شوية النعش زي ما حضراتكم شايفينه مفتوح وكان قدام النعش برضو واللقطة دي أخدتها كتير من الصحافة يعني ونشرتها الأرمالة بتاعته كانت واقفة ومفروض أن دي كانت أكتر واحدة قريبة لي ولأنه تزوج قبلها مرتين يعني ودي كانت الزوجة التالتة لي وكانت أقرب واحدة لقلبه يعني مفروض وارتبط بيها من سنة 2016 وكانت ملازمات طول الجنازة وملازمة يعني النعش بتاعه والنعش بتاعه برضو تم تزيينه بأعلام هنا سانتوس والبرازيل اللي كان فيه وظهور بيضاء كتيرة زي ما حضرتكم شايفينه بحاول أخش بس في التفاصيل كان فيه ظهور مقدمة من نادي ريال مدريد من نجم البرازيل الحالي نيمار والده كمان بالمناسبة كان حاضر الجنازة يعني طبعا حاجة حزينة مش حزينة على رحيل شخص كلنا حنرحل لكن الواحد بيزعل لما بيبقى فيه أسطورة كبيرة بيبقى فيه شخص للعالم كله كان بيحبه ناس كتيرة أو ملايين كتيرة من أنحاء العالم ارتبطت به فرحيله أكيد بيزعل زي رحيل رونالدو زي رحيل يعني ناس كتيرة من الأساطير الواحد ارتبط بيهم الأجيال كانت بتحبوهم كانوا قدوة لأجيال كتيرة على كل حال برضو الحاجة الأخيرة اللي عايزة أقولها فهذا الموضوع أنفانتينو كان بيقول أنه مفروض أنه كان ينعي يعني وقال أنه هو رمز عالمي لكرة القدم والاتحاد الدولي طبعا الفيفا حيطلب هنا من جميع الدول الأعضاء إطلاق اسم البرازيلي على أحد ملاعبها تكريما لأنه يطلقوا اسم بيلي على أحد الملاعب هناك علشان يعني تكريما لمسرته تكريما لتاريخه كده بيلي يعني رحل ويتكلمنا في كل ما يختص كمان الجنازة بتاعته ولكن حرجع أقول تاني بيرحل الشخص لكن الذكرى بتفضل أو التاريخ بيظل أكيد لا يرحل مونه